اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة دائما إذاعة نور دبي وأيضا بالشراكة مع مستشفى الزهرة مثل ما تعرفون أن هذا البرنامج هو عبارة عن نافذة مفتوحة على اقتراحات ومؤسسات المجتمع وأفراده أوجدنا من خلال هذه النافذة يعني طريقة التواصل معكم للاطلاع على أهم الأشياء اللي أنتوا تتمنونها أو الأشياء اللي أنتوا تلاحظونها والاقتراحات اللي ممكن توصلونها لنا لتطوير الخدمات في طريقنا نحو يعني إيجاد مجتمع أكثر صحة وسعادة فأهلا وسهلا بكم هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف ومعنا في الإخراج المبدع دائما نور محمد عبدالو في التنسيق لخطة الشواغ مسعد وأرقام التواصل معنا هي على 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 طبعا آخر واحد كان في الستوديو أعتقد كفاحة الكعبي لأن كل الأخبار رياضة فقعد أحاول أفتح النظام ما للمسجات عموما مثل ما عودناكم كذلك مستمعين هذه جولة على أهم الأخبار اللي طالعتنا بها الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية في مجال الصحة أول أخبارنا يعني حمدان بن راشد يزور هيئة الصحة في دبي زار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي صباح أمس مقر الهيئة حيث استقبله معالي حميد محمد بن عبيد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة والمديرون التنفيذيون والأطباء الذين هنأهم سموه جميعا على حصول هيئة الصحة في دبي من خلال العشرة المراكز للرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة على الاعتماد الدولي رفيع المستوى الجي سي آي وحصول تسعة مراكز أخرى على البورد العربي كمراكز تدريبية وتعليمية لبرنامج البورد العربي لطب الأسرة معتبرا سموه أن هذا الإنجاز والإنجازات العلمية والطبية الأخرى للهيئة وكادريها البشري إنما يعد إضافة مميزة ومرموقة توضاف إلى إنجازات دولتنا الحبيبة على مختلف المستويات وفي كافة حقول العلم والمعرفة والابتكار وقد اطلع سمو الشيخ حدان بن راشد المكتوم على مكونات استراتيجية الهيئة للأعوام 2016-2021 بكل تفاصيلها من خلال الشرح الذي قدمه أمام سموه مع الحميد القطامي وعدد من مساعديه الذين أكدوا على أن الاستراتيجية تقدم نموذجا صحيا عالميا للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة وهي في الوقت عينه تواكب النهضة العلمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية التي تشدها دولة الإمارات العربية المتحدة عموما وإمارة دبي على وجه الخصوص وتعزز رؤية دبي وتطلعاتها المستقبلية في الوصول إلى قطاع صحي نموذج يسهم في توفير السعادة للمرضى والرفاهية المجتمعية أيضا تعرف سموه على تفاصيل مشروع مجمع راشد الطبي المزمع تنفيذه والذي سيكون بعد بلوغه التمام الأول من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط من حيث بنيته التحتية وتجهيزاته الطبية والفنية وكادره البشري الطبي والتمريضي والإداري إلى ذلك فقد أعرب معاني رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة محمد القطامي عن تقديره البالغ للزيارة الكريمة سموه الشيخ حمدام الراشد المكتوم رئيس الهيئة لمقر الهيئة ومتابعة سموه المستمرة لمسيرة الهيئة في تقديم أفضل أشكال الرعاية الصحية والعلاجية والاستشفائية للمرضى في مستشفياتها وعياداتها ومراكزها الطبية المجهزة تجهيزا عاليا بالمعدات والأجهزة الطبية الحديثة والكوادر الطبية الماهرة في مختلف التخصصات العلمية والطبية أيضا أكد القطامي أن الهيئة وبتوجهات من سيدي صاحب سموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاتم دبي رعاه الله تسعى للوصول إلى مستويات عالمية في حقول الطبابة والعلاج والبحوث الطبية والعلمية التي تساهم في إسعاد المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم في مختلف مستشفيات وعيادات ومراكز الهيئة والتأكيد على توجيهات سموه في تعزيز السياحة العلاجية وتطوير أساليبها ومفهومها لدى الأسرة الطبية في الهيئة لجذب أعداد أكبر من الزوار الذين يحضرون إلى بلادنا للعلاج والاستشفاء والسياحة في مختلف دول المنطقة أيضا صحة دبي تطلق المرحلة الثانية لمبادرة قيادات في خدمتكم أطلقت إدارة علاقات المتعاملين في هيئة صحة دبي دبي المرحلة الثانية من مبادرة قيادات في خدمتكم التي تهدف إلى التواصل المؤشر مع المتعاملين والمراجعين بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية شارك في الجلسة الأولى من المرحلة الثانية للمبادرة الدكتورة مونة عبد الرزاق تهلك المدير التنفيذي المستشفى اللطيفة والتي استمعت في مقر المستشفى إلى العديد من الأسئلة والسفسارات المراجعين حول خدمات المستشفى وكيفية الاستفادة منها وموعيد العيادات التخصصية والضغط الكبير الذي تواجهه هذه العيادات التي تستقبل مرضاها من مختلف الإمارات طبعا أشارت الدكتورة خلال إجاباتها على أسئلة المراجعين للجهود الحديثة التي تقوم بها إدارة المستشفى للتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة وتقديمها للمتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية هنا أنا أريد أن أعلق على هذا الخبر أن التواصل قبل كان أجمعت الخير عن طريق الهاتف المرحلة الأولى لهذه المبادرة كانوا المدر التنفيذيون يحضرون في مركز الاتصال ويستمعون إلى يكون في عندهم لاين معين ويستمعون إلى مكالمات الجمهور هذه المرة لا المدر التنفيذيين بيكونوا موجودين مباشرة يتواصلون مع الجمهور بالإضافة إلى الاتصالات اللي ممكن يتلقونها لكن القضية وين قضينا؟ أي مراجع أي حد يبغي يشوف المدير التنفيذي في كل شهر بيكون في عندنا أحد المشاركين في هذه المبادرة بيلتقي دايركت لي مع العملاء مخترعون يطورون بطاريات شمسية تزرع تحت الجلد تمكن مخترعون من كوريا الجنوبية من تطوير بطارية تعمل بطاقة شمسية يمكن زرعها تحت الجلد ويتوقع أن تستخدم هذه البطارية في تزويد الأجهزة التي يتم زرعها في الجسم المرضى بالطاقة وهذا سيجنبه الاعتناء بمسألة تغيير البطارية دوريا طبعا البطارية تحتاج إلى ساعتين شحن تحت أشعة الشمس من أجل تزويد الأجهزة المزروعة في جسم المريض بالطاقة لمدة 24 ساعة النمر تضحك أنت تكمل معنا الحلقة اليوم بتشوف وايد أشياء يمكن تضحك عليها بتشوف في وايد أشياء في المستقبل يعني مستقبل القطاع الصحي أو عموم المستقبل القادم يعني مستقبل ظاهر في التكنولوجيا عموما نرجع حكي خبرنا يقول تحتاج البطارية الجديدة لساعتين شحن تحت شعة الشمس من أجل تزويد الأجهزة المزروعة في جسم المريض بالطاقة لمدة 24 ساعة ويذكر أن الأجهزة الطبية الحديثة التي تزرع في جسم الإنسان تشتغل ببطاريات عادية ينبغي تغييرها بعد مرور مدة تتراوح ما بين 5 و 8 سنوات ولأجل تغييرها يجري المريض عملية تعرضه في كثير من الأحيان لمخاطر إضافية وتتطلب فترة النقاها بعد إجراء هذه العملية وقتا طويلا أشار مخترع بطارية شمسية إلى أن هذه البطارية يمكن أن تشحن بالطاقة الشمسية وهي تحت الجلد حتى ولو استخدم المريض الكريمات أو المستحضرات الأخرى للوقاية من الشمس من زي في يعني خبر قريته ما لا علاقة بالموضوع يعني ما لا علاقة بالموضوع الأمور الطبية لكن من بين الأشياء يعني فيه إجراءات يعني قاري خبر إجراءات أندونسية استثنائية لمعاقبة المعتدين على الأطفال يقول لك الرئيس أندونسيا جوكو ويدودو وقع مرسوم طوارئ يقضي بتوقيع عقوبة الإخصاء الكيميائي على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال في أندونسيا ويجيز المرسوم كذلك زرع رقائق إلكترونية متناهية الصغر في أجساد المدانين بجرائم اغتصاب الأطفال لتسهيل قيام السلطات برصد تحركاتهم كما يجيز نشر أسمائهم إلى آخر المرسوم الفكرة وين؟ الفكرة أن هذه العمليات موجودة الأمور الخاصة بالتعقب وكذا هذه كلها تقنيات موجودة نحن بعد الفاصل عندنا ما نفتح موضوع وايد جميل موضوع ما نتكلم فيه عن المستقبل مستقبل القطاع الصحي وين رايحين شو ما نسوي شو الأشياء اللي نحن ننتظرها سواء في القطاع الصحي وعموما المستقبل هو في كل القطاعات بيكون مختلف شوية لكن نحن ما نتناول الجانب الصحي في هذا المجال بعد الفاصل موضوعنا شوية شيق نتمنى أنكم تشاركون فيه على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006 فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي طبعا قبل الفاصل وعدناكم شو ما نتكلم عن أمور خاصة بالمستقبل لكن قبل ذلك يعني أبغي أتحدث عن بعض الشغلات اللي ما نشوفها في المستقبل القريب سواء من خلال المشاريع اللي تتواجد فيه على الساحة وضمنا خطة فهني يسعدني أني أرحب معايا في الستوديو بالدكتور محمد الرضا مدير إدارة تحديل المعلومات والبيعات الصحية ومدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي حياك الله معنا دكتور شكرا الخير أخم حمود دكتور اليوم كنا نقرأ شواء أخبار تقنية خاصة بزرع أشياء تحت الجلد وبطاريات تعمل في الطاقة الشمسية ويضحك نمر على الأخبار هذه فما أدري أخذ تعليقك على السريع بس على الخبار فنزل على البطارية هو البطارية تداون تعب عقب البرنامج الأولي تعب عقب كفاح هي هي كفاح يمكن المرحب تابع له مان بعمر لهذا ما شاء الله برنامج بعمر معروف مانروف ما شاء الله لازم بيتعفي لياقة عموما دكتور هيئة الصحة في دبي شاركت خلال الأسبوع الماضي بفعاليات منتدى المشاريع في قطاع الصحة طبعا هذا المنتدى ناقش العديد من المحاور وأيضا جاءت أهمية هذا المنتدى أن في الوقت الهيئة تعكف على تطبيق استراتيجيتها طموحة للأعوام 2016-2021 فخلنا ناخذ بس فكرة عامة عن المنتدى وأبرز المحاور اللي ناقشتوها طبعا المنتدى يبتعاون مع معهد إدارة المشاريع PMI Project Management Institute اللي هو معهد غير ربحي أسس في عام 1969 يخدم العالم كله هذا المعهد عنده 480 ألف عضو واليوم عنده فرع في دولة الإمارات لخدمة دولة الإمارات بطريقة أيضا غير ربحية لنقل المعرفة علم إدارة المشاريع هو علم مش حديث ولكن بدأ تأسيسه يمكن من الخمسينات لخدمة الأهداف والغايات الإدارية بحيث أنك كنت اليوم تدير إدارتك أو منشأتك أو شركتك بطريقة ناجحة عن طريق إدارة المشاريع بتقولي طيب شوف فرق بين المشروع وبين الخطة التشغيلية خطتك التشغيلية لنفترض أنه عندك اليوم مصنع سيارات قائم يصنع سيارات فعنده خطة تشغيلية بهدف أنه يصنع 20 ألف سيارة في السنة طيب يت بدخل سيارة يديدة بديتها كمشروع جديد هنا لازم تطبق علم إدارة المشاريع بحيث أنه توصل من البروتوتيب أو المنتج المبدئي للمنتج النهاي نجح المنتج النهاي دخلت في خطتك التشغيلية فشفت الفرق بين التراكين طبعا هدف المعهد تحقيق نتائج ناجحة عن طريق علم إدارة المشاريع وعندهم طبعا كتب معتمدة أشارها يمكن كتاب يسمونه البنبوك هذا من الكتب الثجيلة العيار الثقيل مثل ما يقولون مصطلحات فيه عن إدارة المشاريع بحيث أنه اليوم إذا نحن الثنين ندير مشروع نعرف شو المصطلحات اللي هي مشتركة ما بيننا خلاص تعرف أنه معناته كذا 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 اليوم في هذا المنتج واللي ساعدنا بحضور معه لحميد الكتامي رئيس مسل الدارة ومدين العام لهيئة الصحة في دبي وألقاء كلمة في هذا المنتج هدفنا كان نقل المعرفة من أعضاء المعهد إلى أعضاء هية الصحة في دبي وكان حضور قوي مع أنه كان يوم السبت وكان وقت المنتجة تقريبا خمس ساعات معالي كان موجود بمدة ساعة كاملة تعرف يوم السبت وكذا وحضور فالحمد لله دعم القيادة كان موجود هدفنا من هذه النقلة النوعية للمعرفة ونقل كان هائل للمعرفة وكانت معلومات مثل ما يقولون موسيقى يذني تعبيره موسيقى 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 تنفيذ استراتيجية هيئة الصحة في دبي 2016-2021 بطريقة صحيحة وعلمية وممنهجة لأنه هناك نتائج كبيرة أنت بتسألني عقب عن مستقبل الصحة في دبي أنا بأقول لك المستقبل معول عليه من القيادة يمكن ما أصلك الدكتور لا واستبق الأحداث من أحيان متوقع في إدارة علم المشاريع المتوقع أنك تتسألني المستقبل معول عليه كثير والنتائج المرجوة طموحة جدا واليوم إذا بتقارن استراتيجية هيئة الصحة في دبي لستراتيجيات هيئات أخرى في العالم بتشوف أن استراتيجية جدا طموحة والمرجو منها كثير كثير فنتكلم عقب عن طريق تطبيقنا للاستراتيجية لكن الريس بدأ وأمسات كان عندنا طول عمر الشيخ حمدان بن راشد في هيئة صحة في دبي فقال للريس بدأ وبيخلص إن شاء الله 2021 ونتطلع إلى ما بعد 2021 جميل يعني اللي لاحظنا من زيارة سموه هناك ارتياح كبير كان عند سموه لما المشاريع اللي اطلع عليها للاستراتيجية ووضوح الاستراتيجية ووضوح الرؤية والأهداف التي تسعى إليها الهيئة لتحقيقها أيضا سعد كثيرا بالإنجازات اللي تحققت وللأمانة يعني هذا الشهر نسميه شهر الإنجازات لماذا لأن عندنا تقريبا إنجازات كثيرة تحققها سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى القطاعات والإدارات في هيئة الصحة في دبي يعني دكتور ما نتكلم عن تفاصيل هذه الاستراتيجية وين نحن رايحين في المستقبل بما أنك أنت استبقت السؤال فخلني أنا أقول لك خلنا نتكلم عنها الحين على أساس أنا عندي موضوع ثاني أبغي أفتحها معاك موضوع شوية قد يكون مرتبط بإدارة المشاريع وكذا لكن شوية مرتبط بالخيال ما أقول خيال بعد مشكلة بعد مو بخيال حين مطبقة الحين بعد فأبغي أتكلم عن هذه البنود على السريع وبعدين أدخل في الموضوع الرئيسي اللي أنا وايد متشوق أني أنا أتكلم فيه فضلا دكتور طبعا اليوم يعتمد المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي في إدارة المشاريع علم إدارة المشاريع اللي هو التخطيط إدارة التغيير إدارة المخاطر قياس الأداء مؤشرات الأداء وتغذيتها في الأنظمة لأن اليوم نحن مطالبين برفع تقارير للمجلس التنفيذي للقيادة العليا حال القطاع بعجملة اليوم إذا ما خذنا هذا النهج العلمي يمكن تشوف الكثيرين بيقولون طيب أنتو شو المثيدولوجي اللي عندكم شو النهج اللي استخدمتو اليوم أقدر أقول لك النهج اللي مستخدمينا مطابق للبروجيكت مانجمينت بحيث أن هذه الـ 96 مبادرة استراتيجية يتم تطبيقها بطريقة ناجحة مثل ما نقول أن اليوم الفشل مش موجود عن طولة يجب أن نكون ناجحين في جميع 96 مبادرة إن شاء الله لا بالتوفيق من رب العالمين طبعا نعم واحد يتحدث دائما على أساس أن الناس بس ما يقلون بأن خلاص الفشل موجود لا أو دائما التوفيق من عند رب العالمين بذل الله لا تفضل تفضل فاليوم المحاور اللي بعد تكلمنا عنها في المنتدى كانت تصب في استراتيجية هيئة الصحة علم إدارة المشاريع وتربيطة بالأهداف الاستراتيجية تحقيق النتائج المرجوة وخفض المخاطر طبعا كان فيه مثل ما تقول في المنتدى عدة اجتماعات وعدة نقاشات وكان فيه متحدثين من معهد إدارة المشاريع ومتحدثين من هيئة الصحة اليوم الانسجام موجود ومتفقين على المنهجية باجي مثل ما تفضلت بإذن الله نحقق النتائج المرجوة وبدأنا في هذا الربع قياس الأداء وتحقيق النتائج إن شاء الله ومثل ما تفضلت هذا الشهر شهر الانجازات وهذه الانجازات كلها الحمد لله مربوطة بالخطة الاستراتيجية بحيث أن اليوم نمشي بطريقة ممنهجة لهدف أسمى امية بلمية دكتور إذا ما كانت ضمن خطة وتم العمل على هذه الخطط ما كنا ما نوصل لهذه الانجازات خاصة انجازات عالمية وجود الفريق أيضا جدا واضحة امية بلمية 13 ألف موظف اليوم كلهم مرتبطين بالخطة الاستراتيجية نشر الخطة الاستراتيجية على مثل ما تقول دائما ماشين فيها لنوصل المعلومة المرتبطة بالشخص بالفرد في هيئة الصحة إلى الاستراتيجية أنت تحدثت عن هذا النموذج اللي طلعته فيه دكتور النموذج الإداري بشكل سريع أنتوا يعني الهيئة تبنت مؤخرا نموذج مبتكر في إسقاط المبادرات ومتابعة أدائها وتنفيذها على أرض الواقع دعنا نتحدث عن هذا النموذج الإداري اللي استحدثته هذا النموذج الإداري ما استحدثنا بالعكس تبنينا اسمه cross-functional matrix اللي هو انت تعرف الهيكلية المعتمدة دائما وجودة لكن اليوم الهيكلية مثل ما تقول خطوط صحيح بغينا نكسر حاجز هذه الخطوط وندخل في الاتس organization structure اللي هو مثل الكريستال أو الألماس شف تركيبته كيف؟ تركيبة الكريستال أو الألماس تكون دائما مترابطة على جميع المستويات فاخترنا أن تطبيق الاستراتيجية يكون سقاطة على شخصيات مبادرة في هيئة الصحة شخصيات قيادية مبادرة في هيئة الصحة وتم اختيار 15 قائد وقائدة من القطاع أغلبيتما طباء لقيادة هذه البرامج الاستراتيجية وأيضا دخلت أحد من القطاع الخاص بعد معاكم نعم من القطاع الخاص نعم شخصيتي من القطاع الخاص أطبع وأسقطنا بعدها 96 مبادرة على أيضا أشخاص من القطاع الصحي بحيث أنهم يقودون هذه المبادرات وتنفيذها فستوى عندك مثل portfolio management اللي هو برنامج استراتيجي وعقب استوى عندك project management اللي هو المبادرة الاستراتيجية فهذا اليوم كله البروجيكت management مطبق الشخصيات اللي تم اختيارها شخصيات مبادرة يمكن ما اخترنا على المناصب اخترنا على الشخصية القيادية اللي هي متحمسة تمتلك المعرفة في هذه المبادرة بحيث أنها تطبق بطريقة تحديات موجودة بس محتاج الشخصي يواجهها صحيح صحيح دكتور حين نتكلم عن مستقبل القطاع الصحي في دبي وفق الأساليب الإدارية الحديثة اللي تبنيتوها وأيضا باخذ يعني بس هذا الجزء وبكمل بعد الفاصل الجزء رحت لاني فخبرنا بس عن المستقبل بشكل مختصر شو اللي تشوفه المستقبل مثل ما قلتلك معول علي كثير من قبل القيادة العليا بحيث أن نحقق النتائج المطلوبة النتائج كبيرة والنتائج إن شاء الله بتكون ناجحة بحيث أنها ترضي قيادة حكومة دبي ترضي قيادة هيئة الصحة واليوم سيدي صاحب اسمو الشيخ محمد من راشدة المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ينظر إلى قطاع الصحة بنظرة شخص ينتظر النتائج صحيح إذن التخطيط في إدارة المشاريع الصحية في ظل التحولات والطفرات المتتالية اللي يشهدها القطاع الصحي وأيضا الطفرات التكنولوجية اللي يشهدها العالم في مختلف المجالات كل هذه الأمور ما اطرحها بعد الفاصل معاك دكتور فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة موسيقى حياك والله معالم سمعينه مزي أنا كان بفتح موضوع وايد وين راح؟ ما شوفه وين نمر؟ ما شوفه المهم كان بفتح موضوع وايد مختلفة يقول لي الحينة مخرجنا نمر اسمع دكتور يقول لي يعني الحينة أنا بغي فتح موضوع فتكلم في تكنولوجيا يعني آآ أثارت ضجة إعلامية مزيقين؟ فالأخي يقول لي يعني الحينة أنت تتكلم عن المستقبل وكذا أنا بقعد في البيت ممكن الدكتور يتيك عليه وإنه يالس في البيت وكذا وهذا هذا كلام ما تكلمنا فيه من عشر سنوات قبل نحن هل نتكلم عن شي ثاني عموما منذ بضعة أعوام خلت مستمعين أثيرت ضجة إعلامية مكثفة حول الطباعة ثلاثة وكثية الأبعاد بوصفها تطورا مرتقبا في مجال التصنيع طبعا كثير من الخبراء كانوا يعتقدون أننا كنا سنصنع الأدوات والدمى في المنازل مثل أخونا نمر معلنين أن كل شيء من السيارات والطيارات وحتى الأدوات الطبية ستصنع بسهولة وبكلفة منخفضة طيب على الرغم أن طباعة الكثير من المواد التي تنبأوا بها كانت ممكنة من الناحية النظرية إلا أن طباعة الطباعة ثلاثية الأبعاد لم تصل بعد إلى مستوى توقعات البعض لكن يرى كثير من خبراء التصنيع أن هذا أمر مقبول قائلين أننا سنشهد في القريب العاجل طفرة في الطباعة ثلاثية الأبعاد ولعد لأحد أهم الأسباب ذلك هو تزايد أقبال المهندسين والمصممين والتقنيين والباحثين على التعلم التصنيع التجميعي وهو اسم مرادف للطباعة ثلاثية الأبعاد في المدارس حول العالم نحن في الإمارات دكتور هناك توجه مباشر من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اللي عودنا دائما أن يجب أن نعيش المستقبل لا ننظر للمستقبل لا يبغينا نعيش المستقبل فالآن دكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل معلومات والبيانات الصحية المدير التنفيذي لتحول التنظيمي بهذه الصحة بدوي أنا ذكرت المتابعين اللي معانا اللي انضموا للآن أنا بفتح موضوع الطباعة ثلاثية الأبعاد دكتور خلنا نتكلم عن هذا الموضوع أنا موضوع وايد شيق ممكن نمر يعني شوية الآفاق الخدمات الصحية اللي موجودة عنده نمر ينظر للخدمات الصحية أنا ممكن أتعالج في البيت ولا العلاج هذا عن بعد هذا الموضوع وكنا نطارحين أن نحن وأردي تم تطبيقه في جوانب معينة في هيئة الصحة ينظر إلى مستقبل الصحة بهذا الشكل لا نحن نتحدث عن تقنية جديدة ثورة في مجال الصناعة المستقبلية وبالأخص في المجال الصحي فقبل أن يدخل في المجال الصحي خلنا نتكلم وبسط هذا الموضوع للمستمع العادي ما هي تقنية ثلاثية الأبعاد تقنية جديدة بسيطة لها أفاق كثيرة في المستقبل اليوم أنت تطبع على ورقة عن طريق تقنية 2D اللي هي ثنائية الأبعاد تطبع على ورقة اليوم بنطبع بطريقة 3D أو ثلاثية الأبعاد شو معناته؟ تشوف القلم هذا اللي ممكن تطبعه في البيت تطبع قلم في البيت ليش؟ لأن ثلاثية الأبعاد ملموس محسوس تقدر تشيله وتقدر تكتبه الأخ نمر أنا أتفق إياه أنه يبغي يكون هو ممكن أكثر بتواجده في البيت بحيث أن الخدمة توصلها في البيت ومن حقه؟ ليش يطلع في الزحمة ويوصل وكذا ويأخذ سيارته ويمكن ينتظر ساعة ساعتين للطبيب اليوم خدمات الطبية بحيث أن الطبيب يوصلها أو التلمدسنة أو التطبيع عن بعد هذا موجود طيب أنا بعطيه شيء زيادة بخليه يطبع أدويته في البيت شو رايك؟ شو رايك؟ ليش يري صيدلية؟ ستانس زين؟ اليوم أنا في هاي الكارتريج هذا أو الصبغة اللي موجودة في البرنتر العادي طابعة ممكن أحط لك مكونات كيميائية بحيث أنت في البيت تطبع الحبة اللي تباها ما تشتريها من الصيدلية وليش تشتري أنت علبة فيها عشرين حبة واستخدامك حبتين؟ لا استخدمها لقدك تمام؟ بس في وصوة طبعا صحيح اليوم دبي فيها استراتيجية كاملة لطباعة الثلاثية الأبعاد لها ثلاث محاور طباعة المباني طباعة المنتجات والصحة نتكلم أكثر عن الصحة الصحة لا شقين تنظيم هذا القطاع تنظيم استخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد في الأدوية طبعا أنت اليوم بتستخدم هذا الدواء في جسمك فيجب له تنظيم معين يجب له اعتماد معين والمنتجات اليوم أنا ممكن أطبع لك سن في عشرين دقيقة قبل كانت كيف نطبع السن قبل وكيف نسوي السن أخ نمر أي طبيب يأخذ الإمبرشن يسمونه يأخذ الطريقة مصفوفة الأسنان ويطبعها على القالب ويأخذها ويعطيها للتقنيين اللي جنبه ويروح لك يمكن سبوع سبوعين ويعدل ويكشط ويرتب وكذا سبوعين وسعره غالي كام ستن الواحد ألفين ألفين ثلاثة ألاف اليوم عشرين دقيقة صورك الضروس لا هليود اسمايل ولا شسمه خلاص من بين الأشياء يقولون استخداماتها في الطب دكتوري يعني ممكن طباعة الجزء المصاب ليتحول إلى جسم ملموس يسهل تشخيص الأمراض الأكثر تعقيداً مثل السرطانات يعني هذه من بين الأشياء اللي طارحينها صحيح أعطيك مثال أبسط اليوم الكلة بعيد عنك إذا حد احتاج كلية جديدة زراعة كلة شو البروسيس؟ شو الإجراء؟ يعني أحد يكون متبرع لها بكلية في متبرع ويتم أخذها وزراعتها في الجسم هل يتقبلها أو لا يتقبلها؟ صحيح مدة طويلة مبالغ خيالية بعض الدول مانعة أنك أنت تأخذ من جزء من إنسان وتزرعه في إنسان اليوم أنا بسهل عليك هذا كله بنأخذ خلايا جذعية موجودة وبنعطي أن تستوي خلايا كلوية تمام؟ وبنحطها في الكارترج وبنخليه يطبع لك كلية مطابقة للمريض شو وفرت؟ وقت؟ تطابق؟ ما أخذتها من إنسان؟ وسرعت عملية الاستشفاء ليش؟ لأنها أصبحت مطابقة 100% نزيل يعني حواجب نمر وصلت من فوق الإعقال يقول يطبع كلية؟ وليس بكلية، يطبع وائد أشياء هذا مثال بس مثال في مجال الاستخدامات الصحية أيضا كلية وكبد وليتبع وأيضا في مجال التشخيص دكتور تستخدم مثل هذه الطباعات كذلك في مجال التشخيص في طباعات الجنين مثلا الكشف الدقيق المبكر عن التشوهات وكذا من بين هذه الأشياء أيضا هنا اللي أبغي أتكلم عنه كذلك دكتور يمكن من أكثر الأشياء اللي ممكن نلمسه في هذا المجال الأطراف الأطراف الصناعية نعم الأطراف، الزراعات الأطراف نعم، اليوم عندك العظام، الأطراف بسبب الحوادث، فيه بتر يشتوي أو حد محتاج إلى أصبع جديد أو عظمه جديد أو كذا فاليوم أيضا عن طريق الخلايا الجذعية أنا ممكن أعطي بحيث أنها تستوي خلايا عظمية زي وأشكل العظمه بالشكل وأزرعها في الجسم، ليش لأن أصبح اليوم التطابق 100% هذا دكتور يقول ذكرتني فيلم ما اسمه؟ جيمس بوند خيال صح؟ هذا خيال لكن موجود يا نمر حد الدكتور كان يكلمني على موضوع فيس أوف الفيلم الفيلم فيس أوف المرحلة تناقش معاه في هذا الموضوع طيب، ذكرتني شو كنت أريد أن أسأل هنا كنت أعلق على موضوع الزراعة هذه الأطباء التجميل ويقوم سوقهم واحد يريد أن يبيض ويغير شكل كذا فهي كله له مستقبل طيب دكتور، الآن هذا اللي نتكلم نحن عنه هل هو شوي مبالغين نحن في عملية الطرح هذه أو يعني ممكن نقول يقول لك إذا أنت تقدر تتخيله معناتك أنت تتقدر التطبقه في المستقبل فاليوم نحن نتخيل هالكلام ترى صحيح، صحيح، إزاي طيب، دكتور نحن أمسات يعني من بين الأمور تم يعني إنشاء أول مكتب بتقنية ثلاثية الأبعاد هنا عندنا في دبي نعم، في مؤسسة دبي للمستقبل وفتتحها سيدي صاحب سنوك الشيخ محمد صحيح طبعاً هذه أحد تجسيد واقع لي هذه التطبقية نعم، وأنا بزيدك من الشعر بيت اليوم أيضاً تم طباعة بوابة تدمر في سوريا وعادت مش ترميمها لكن بناء بوابة جديدة ونقلها إلى العالم كله على أساس يشوفون دبي واهتمامها بالحضارات واهتمامها بالتاريخ وهذه البوابة حالياً موجودة في نيويورك وبتي إن شاء الله دبي هذه البوابة تم طباعتها طبق الأصل البوابة اللي تم تدميرها في سوريا اليوم طيب، دكتور يعني ممكن نحن نتحدث أن الطباعة الثلاثية الأبعاد استماكننا صناعة نماذج طبق الأصل في الشكل، اللون سواء التحف الأثرية مثل ما ذكرت أو حتى الأجزاء اللي الواحد يبغي يستخدمها في المجال الصحي من خلال زراعة أعضاء من خلال تشكيل أعضاء وأيضاً ممكن نحافظ عليها من التآكل أو الضياع وأيضاً تصغير تكبير هذا النموذج على كيفنا ممكن، ممكن فهذه التقنيات دكتور وين بتودينا؟ أنا بقول لك، تخيل يمكنك في الثانوية أو في الجامعة دما بغيت تطبع كتيب وين كنت تصير؟ إذا كتيب تجيل، وبغيت تعمل بايندين وكذا، وين تصير؟ محلات الطباعة تخيل محلات الطباعة هاي باتشر بتشتوي محلات طباعة ثلاثية الأبعاد يعني أولادك إن شاء الله دما عندهم واجب في المدرسة يطبعون نموذج معين بيقولون لك بابا ودنا المحل الفلاني أساس نطبع النموذج الثلاثية الأبعاد هذا إذا ما كان عندك فرنتر الثلاثية الأبعاد في البيت طبعا واه، هذا نوعنا يا يصد تخيل العالم كيف بيستوي واستوي حالياً موجود في أمريكا في بوستن موجودة هاي المحلات بحيث أنك أنت اليوم كطالب جامعي محتاج بروتوتيب معين تصير عندهم، طبعاً الطباعة اليوم غالية جهاز الطباعة غالية فأنت تسير هناك وتتفعلهم مبلغ وتعطي الحسابات اللي انت تتباها طبعا الذكاء أو الشطارة في الحسابات اللي تعطيها للطابعة وتطبع لك النموذج يمكن ما يضبط من أول مرة يمكن محتاج مرة ثانية لأنه محتاج بعد فنه مهارة معينة بحيث أنه تدخل الحسابات الصحة جميل دكتور ما أدري السؤال هذا وين طلعت أنت موجود لأنه ما قاعد يطلع لي هذا فالسؤال يقول ما هي التحديات اللي تواجه هيئة الصحة حاليا في الطباعة ثلاثية لأبعاد بشكل عام الله يهديك بالمشاريع بشكل عام أرد وقول كلام سيدي صاحب سون الشيخ محمد نحن ما نشوفها تحديات دكتور نحن نشوفها فرص تحسين نعم فرص تحسين اليوم سد الفجوات جدا مهمة عند القيادة العلية الوقاية جدا مهمة الابتكار جدا مهم عندك أيضا تنظيم القطاع الصحي جدا مهم الابحاث الطبية جدا مهمة فهذه بعجالة بس خمس تحديات أو فرص تحسين أنا شوفها على أرض الواقع اليوم جميل نرجح حق موضوع ثلاثية الأبعاد أو الطباعة ثلاثية الأبعاد أو اللي ما يسمى بالتصنيع التجميعي دكتور في أشياء في مجال الصحة ممكن الواحد ما تطرق لا من خلال هذه الحواة أنا بعطيك مثال حي أعطوا الطفل عمره عشر سنوات طابعة ثلاثية الأبعاد وقالوا له سوي لي تباه فارجع لهم بكبر للآيفون بس الكبر كان غريب نوعا ما عليه مثل دائرة كذي وطبعا ما يعمل الكبر من البلاستيك لكن سلات المدرسة شو هذا اللي أنت مسوينه قال هذا كبر للآيفون للتيلفون وعليه سماعة طبيب مرتصقة به قالت لي كيف أنت وصلك هذا الهام أنك أنت توصل له هالآيفون قال أبوي طبيب قلب ودائما يضيع سماعته لكن تيلفونه ما يضيعه فأنا قمت وابتكرت هذه الآلة بل أصقها بالآيفون كبر ماله بحيث أن يومي يه مريض يحط تيلفونه على صدر المريض ويسمع دقات قلبه شو رأيك؟ جميل دكتور من بين الأمور اللي يقراها عن موضوع الطابعات هذه أن الأسعار يا ستنزل في السنوات الثمانة اللي طافة وأسعار الطابعات يعني آلاف الدولارات نزلت صحيح ممكن أن نوصل مرحلة وضع على سطح المكتب مثل ما ذكرت من 20 ألف دولار وصل سعرها إلى 400 دولار يعني مبلغ مقول ومساة كان في تجمع لأكسبو 2020 في أبراج الإمارات وكانوا المنظمين يطبعون شعار أكسبو 2020 عن طريق الطابعة ثلاثية الأبعاد وشعار جدا جميل تعرف الشعار اللي مستكى سيد 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 الشيخ محمد فهذا بالطريقة صاروق الحديد نعم صاروق الحديد نعم نتمنى لكم التوفيق دكتور في هذا المجال شكرا وشكري لك هذه المداخلة طبعا دكتور بما أننا نتحدث عن القطاع الصحي فبالأمس كان اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد واليوم عيادتنا الذكية اللي يبغي يشارك فيها على حسابات الهيئة على حساب DHA underscore Dubai ممكن يتعرف أكثر على هذا المرض ونحن قبل أن نبتدي هذه العيادة هي بتبلش من الساعة 11 وبتستمر لين الساعة وحدة قلنا ما ناخد دكتور سهيل الركن معانا ساشاري مخواصة بمستشفى راشد مرحبا دكتور أهلا وسهلا صباح الخير صباح النور دكتور يعني ناخذ نبذة سريعة عن مرض تصلب اللويحي المتعدد تعطينا فكرة عامة عنه وأيضا ما نخلي شوي الدعوة اللي يبغي يعرف تفاصيل أكثر عن هذا المرض ممكن أن يتابعنا على حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي تفضل دكتور مشكورين أول شيء فاد محمود على البضافة وعلى التفاعل الجميل حقيقة خلال ثلاثة أيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للتعريف والتوعية بهذا المرض يعرف التصلب اللويحي بأسماع عديدة منها التصلب اللويحي والتصلب المنتثر أو اتهاب الدماغ والنخاع الشوكي المنتثر وهو التهاب ينتج عن تلف الأغشية المحيطة بأنسجة الدماغ والفلاي العصبية في الدماغ وفي الحبل الشوكي يعطل هذا التلف حقيقة التوصيلات الكهربائية أو النشاط الكهربائي في الدماغ مما يؤثر على حركة الإنسان توازن الشخص المصاب على بصر الإنسان أو على مدارك الإحساسية في أشكال متعددة ممكن تطلع على المصاب بتصلب اللويحي بشكل ما ذكرنا من تخدير من عاقة حركية أو ذهنية أو بصرية وهذه عادة في نوعين من التصلب اللويحي التصلب المتناوب أو التصلب المستمر وأشهر نوعه المتناوب السادة محمود حيث أن الإنسان يصاب بحجما سميها خفيفة غبش في البصر يكون يستمر معه أيام إلى أثابيع بعدها تروح فيهمل الإنسان هذا الشيء وما يذهب إلى الطبيب وعقب أشهر أو أثابيع فيه هجمة ثانية فننصح الناس بالتنبه لهذا الأمر في عام بعض الأرقام في عام 2008 كان عدد المصابين بتصلب اللويحي أو الـ MS في 2008 بين مليونين إلى مليونين ونص أو نص على مستوى العالم وعادة يبتدأ هذا المرض في أوائل العشرينيات إلى الأربعينيات حقيقة الأسباب إذا قلنا عنها أسباب مختلفة ولكنها تجمل في ثلاث أسباب رئيسية في خلل وجدناه يكون في الجهاز المناعي حيث يبتأ هذا الجهاز بمهاجمة الخلايا الدماغية أو في الحبل الشوكي ومن الأسباب أمراض راثية وحصلوا أن في بعض أنواع البيئوسات قد تسبب هذا المرض السادة المحمود جميل جميل دكتور سهيل الركن استشاري مخوى عصاب صح الـ position دكتور أنا لأني أنسى ما شاء الله يحسي يقول position دكتور محمد الرضا أسبوعين لما خلصه الله يخلصه الله يسعدك يا دكتور شكري لك هذه المداخلة بس عندي سؤال شوي خارج الموضوع دكتور أنت تكلمني من مكتبي ولا من وين لما اكتبت له لأن في صدف الصوت لابد أن نكون هناك موجودين خلال العشر دقائق جاية إزاك الله خير يا دكتور شكري لك هذه المداخلة وأيضا أنا أوجه الدعوة للمستمعين الكرام اللي يبغي يتعرف أكثر عن هذا المرض ويتعرف أكثر ويشارك معانا من خلال التوعية بمثل هذا المرض ممكن أنه يتواصل معانا عبر حساباتنا في هيئة الصحة DHA أندرسكور دبي في تويتر انستغرام وعندكم هاشتاغ أو الوسم اللي أطلقناه حقيقة واللي شاهد يعني شاهد ترند عالي اللي هو أقوى أندرسكور من أندرسكور التصلب أندرسكور المتعدد واضح؟ أقوى من التصلب المتعدد هذا الوسم ممكن شاركونا فيه معانا وأيضا وسم العيادة الذكية أو سمارت أكلينك في الختام لا نملك إلا نتوجه بالشكر الجزيل لديكاتراتنا اللي شاركونا نزيل وأيضا دكتور يعني إن شاء الله بعد تشوفونا من خلال البرنتر مع الأبعاد ثلاتية تشتريك واحد؟ ليش لا؟ ما استاهل تشتاهل طالعا تشتاهل اثنين نزيل واحد حق وواحد حق نمر عموما دكتور محمد الرضا مدير إدارة تحليل المعلومات والبيانات الصحية مدير المكتب التنفيذي لتحول التنظيم ساعدنا معك في هذا الحوار وساعدنا معك في هذه الجولة حول المستقبل اللي نعيشه يعني حقيقة في هذه الأيام وإن شاء الله المقابلات الهيئة يكون عندنا شيء سامبل حاضرين تامر تامر وما نوصفه حق الناس كذلك عموما لا لا مش متاجرة بالأعضاء موضوع آخر متاجرة بالأعضاء بس هذه نوجد الأعضاء هذه ممكن حتى نوجد البديل كنت أسأله الآن بهذه التقنية ممكن ممكن نسوي إنسان كامل يعني جاهز قال لي ممكن بسمه ويمتي بالروح صحيح بالروح من عند رب العالمين صحب الله عموما وصلنا لختام هذه الحلقة على أمل أن نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم والمزيد من المواضيع وسمحونا أنا الأسئلة وكذا ما قريتها لكن إن شاء الله ما تواصل يوم الأحد ونتواصل معكم مع العديد من المواضيع إن المواضيع قادمة إن شاء الله وإنجازات جديدة تحققت في هذا الشهر شهر الإنجازات فحتى ذلك الموعد تقبلوا تحياتي أحدثكم حمود يوسف ومخرج النمر محمد عبده وفريق الإعداد وإلى اللقاء صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي